ما زالت تدعية كارثة احتلال العراق ماثلة في جميع نواحي البلاد وما زال العالم الذي شهد مأساة غزو العراق يتساءل ما الذي اقترفه العراق حتى يحكم عليه بالتدمير والغزو وتلثق عليه الأكاذيب وتستجد الذرائع من أجل احتلاله مع أن أنظمة كثيرة ارتكبت الجرائم المحلية والإقليمية وما زال المجتمع الدولي يسايرها ويحاول التفاوض معها أو ضبط سلوكها إيران بالنظام الذي جاء به الخميني بنت وجودها على فكرة التوسع الإقليمي وقامت على أساس تصدير الثورة الخمينية دخلت مع العراق في حرب الثمان سنوات ومارس نظامها قمعا دمويا ضد المعارضين من الإيرانيين على أساس طائفي وعرقي حتى أن إعدام الناشطين بات عملية شبه يومية على الملأ وفي الساحات وعن السلوك الخارجي لم تبقى دولة في أوروبا والمنطقة العربية إلا ونالها من عمليات التخريب التي يقوم بها النظام الإيراني بل وصلت عمليات أذرعه إلى أمريكا الجنوبية وأستراليا تفجير السفارات واستهداف الدبلوماسيين وعمليات قرصنا في البحار وفوق ذلك أصبحت إيران أكبر دولة مصدرة للميليشيات في المنطقة واحتلت عدة دول عربية علاوة على تلويحها بسلاح نووي بوجه المجتمع الدولي أمام كل هذا السلوك الإيراني لم تحرك أمريكا ساكنا مجرد ذهديد كلامي وبعض العقوبات الاقتصادية وأكثر من ذلك عملت واشنطن مع طهران بمبدأ التخادم المصلحي كما أن أكبر مستفيد من غزو وتدمير العراق هو النظام الإيراني العلاقة بين الإدارات الأمريكية والنظام الإيراني لا تقوم على التحالف ولا تقوم على الصراع كذلك وإنما على التلاقي عند نقطة مشتركة وهي أن واشنطن وطهران تنظران للمنطقة العربية على أنها مورد اقتصادي وموقع استراتيجي تجيب السيطرة عليه